التنظيم البيبيوغرافي والتوثير السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات ساديسا التنظيم البيبيوغرافي والتوثير يشمل مفهوم التنظيم البيبيوغرافي على المستويات المحلية والقومية والدولية مجموعة من الأمور أهمها حصر أنواع مصادر المعلومات من مطبوعات وغيرها من الأوية وتشجيلها ووصفها والتعريب بها وبيامات وجودها والجهات الناشرة لها وطعم طلبها للحصول عليها تهذا الإمداد بالبيبيوغرافيات العامة والموضوعية في جميع التخصصات ويحتاج هذا العمل إلى وجود دعاية مساسية تتمثل في الإيداع القانوني للإنتاج الفتح داخل كل دولة وتوحيق واعد الفهرسة للتعريب الوحدات البيبيوغرافية التقالين الدولية للوصل البيبيوغرافي وتنسيق برامج التعاون بين المرتبات ومرارز التوثير والمعلومات والجهات الأخرى المعنية بإصدار البيبيوغرافيات والفهرسة التعاونية وما إليها أما التوثير فهو ذات الجزء من التنظيم البيبيوغرافي الذي يخدم احتياجات العلم أما مهامه فهي تواصل المعلومات وترديمها لمجموعة من المتخصصين أو بين مجموعة المتخصصين بعضهم مع بعض وهو لا يعني بسيئة المعلومات إلا المستويات العامة غير متخصصة الإيداع القانوني هو قانون يلزم الناشرين والمؤلفين داخل كل دولة بإيداع عدد من نسخ منشوراتهم في جهة معينة يحددها القانون تكون عادة المرتبة الوطنية وإذا كانت المرتبة قديمة الأهد فإن التوثير قريب الأهد إذ يعود تاريخه إلى نهاية القانة التاسع عشر فقط مع الأعمال التي قام بها المحاميان البلجيتيان بول غورتيل وهنري لافونتين عندما أسس المرتبة الدولي للبيبيوغرافيا في مدينة برورسيل ببلجيتا عام 1899 ميلادي وقام بتطوير التصنيف العشر العالمي بعد اتصالات مفيدة أجريها مع المرتبة الأمريكي مالفل ديوي صاحب التصنيف العشر وقد تطوير المرتبة الدولي للبيبيوغرافيا بسرعة ليصبح المعهد الدولي للبيبيوغرافيا الذي يعد علامة مضياء وحدثا تاريخيا هاما في تطوير البيبيوغرافيا والأعمال البيبيوغرافية فيما بعد وقد انشياء هذا المعهد دياتون هي دولية ينتمي إليها العلماء البيبيوغرافيون من مختلف دول العالم وليتون جسرا بين الفطر البيبيوغرافي الحديث الذي ولد في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر وبين الفطر الذي سبقه في أوروبا على مدى ثلاث قرون مالفل ديوي 1853-1991 ميلادي ولد في مدينة نيويورك ودرس في مدارسها عين في شبابه أمينا لمرتبة كولومبيا ثم مديرا عاما لمرتبة نيويورك وقد اعتزل المناصب الرسمية عام 1906 ميلادي مرتفيا بالإرشاد والتوجيه فيما يدين الخدمات المرتبية حتى وفاته ومنها معثاره خطة تصنيف ديوي العشري ذات الشهر العالية لقد أخذ هذا المعهد على عاتقه منذ إنشاء رعاية تطور الببيبيوغرافية العلم وتدريسية مدى وتعديل نظام تصنيف ديوي العشر وتطويعه ليصبح نظاما عالميا يعتمد عليه في العمل الببيبيوغرافي كما أخذ على عاتقه أم تنظيم العمل الببيبيوغرافي على النطاق الدولي وتوحيده وإنشاء ببيبيوغرافية عالمية مع معالجة جميع الموضوعات ذات الصيلة بالكتب والمرتبات وقد استطاع هذا المعهد إنجاز عدد من الأعمال الهمة الكبرى التي سجلها له التاريخ من أهمها أولا الإعداد لإنشاء الفرص الببيبيوغرافي العالمي ثانيا تطوير نظام ديوي العشر للتصنيف ووضع التصنيف العشر العالمي ثالثا بناء المتحف الببيبيوغرافي وهو الأول من نوهي حيث تم فيه تجميع الكثير من المصادر الأولية ذات الصيلة بالكتب والمرتبات وتان هذا المتحف أشبه بمقرز معلومات ببيبيوغرافي تتركز فيه تفة نشاطات المعهد وعلى رأسها إعداد الفرص الببيبيوغرافي العالمي إلى أن هذا المعهد لم يتمكن من تحقيق أهدافه ومتابعتها والتي تتمثل في رعاية الببيبيوغرافية تعلم ونشر المعرفة الببيبيوغرافية ومع نهاية الحرب العالمية الأولى قوى الاتجاه نحو استخدام المصادر المختزنة في المرتبات والانتفاع بها بشكل أفضل من ذي قبل كما بدأت الدوريات المتخصصة تأخذ قدرا أكبر من الاهتمام مع اتساع نشرها وتنوع تخصصاتها وحداثة موضوعاتها وفي عام 1931 ميلادي بدأت لفظة التوثير في الظهور لتعني العمل في الوثائق وتنظيمها والإفادة منها وتغيير اسم المؤسسة الدولية للمراجع ليصبح المعهد الدولي للتوثير كما أصدر بولوتي لعام 1935 ميلادي عمله المعروف مبحث في التوثير الذي استمر السنوات طوال مرجعا أساسيا في هذا المضمار وبدأ يستخدم البطارات المثقربة في أعماله منذ عام 1934 ميلادي ليصدهر بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية عندما أخذ يستخدم الآلية في تخزين المعلومات واسترجاعها لقد انبثت التوثير أساسا من التنظيم البيبيوغرافي وتميز عنه في عمق التحليل الموضوع ومصادر المعرفة إذنه يختص بمجالات علمية ذيقة جدا ويشمل جميع العنشطة المعقدة المطلوبة في توصيل المعلومات المتخصصة وجعلها في متناول الباحثين وتتضمن هذه العنشطة عمليات جمع وإعداد وتحليل وتنظيم وتخزين وتوزيع الوثير والمعلومات وسترجاعها وخدمتها والإعلام عنها المعهد الدولي للتوثير ثم استبدل اسمه عام 1937 ميلادي يصبح الاتحاد الدولي للتوثير وقد عرف علم المرتبات الهند المعروف رانجان آتان التوثير بقوله إنه العمليات التي ينطوي عليها تسيير الإفادة من المعلومات الحديثة من جانب المتخصصين ثم تقديم الخدمات المتخصصة والشاملة والسريعة بالمعلومات الدقيقة الحديثة إلى الباحثين المتخصصين بالرغم من الفيضان الهائل الذي لا ينحصر من المعلومات الدقيقة الحديثة في عدد متزايد من الموضوعات المتخصصة والتي تنشر في عدة آلاف من الدوريات لقد أصبح الكلمة التوثير اليوم قديمة وقد أوصى ملتقى تدريب المتخصصين في علوم المرتبات الذي احتضنته معهد جورجيا للتكنولوجيا عام 1962 ميلادي بإلغاء لفظة توثير ولفظة موثر واستبدالها بلفظة إعلام ومعلومات رامى طام معهد التوثير الأمريكي باستبدال اسمه عام 1968 ميلادي ليصبح الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات وقد اختلف المهتمون والمنشغلون في علوم المرتبات والمعلومات في تعريف هذا العلم وتحديد علمه وارتباطه فمنهم من اعتبره فرعا من فروع المرتبات ومنهم من رأى فيه امتدادا للتوثير ومنهم من رأى علما جديدا يستمد جذوره من علوم عديدة بينها علم المرتبات ومن بين هم التعريف التي أعطيت لعلم المرتبات نتقر تعريف العالم بورتر حيث يقول يهتم علم المعلومات بالموضوعات والمعرفة المتصلة بأصل المعلومات وتجميعها وتنظيمها واختزانها واسترجاعها وتفسيرها وبثها وتحويلها واستخدامها تما يتضمن البحث عن تمثيل المعلومات في النظم الطبيعية والصناعية واستخدام الرموز والأطواد في نقل الرسالة والتعبير عنها بتفاعة فضلا عن اهتمامه بدراسة أساليب جهزة معالجة المعلومات الحواسيب ونظم البرمجة ران جانت 1899-1979 ميلادي شخصية هندية فذة في عالم الأدب والتربية واستاذ في علم المرتبات نشأ مدرسا للرياضيات في جامعة مدائس بالهند ثم استاذا لعلم المرتبات في جامعة دالهي وتعنى عضوان في أرصا من هيئة مرتبية قومية ودولية له أرصا من 20 اتتاب في علوم المرتبات أبرزها اتتاب تنظيم المرتبات وقد اشتهر بوضع خطة تصنيف للمعرفة هي خطة تصنيف القرون ومجمل القول فإن الوصل ببيغرافي لمواد المعلومات يعد جزءا أساسيا وهما في أعمال التوثيق والمعلومات بمفهومه ما القديم والحديث كما أثبت تطور التوثيق في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أنه عبارة عن تطور لطرائق العمل الببيغرافي وقد بدأت المؤتمرات المرتبية تؤكد منذ الستينات من هذا القانع على ضرورة إعطاء الإعلام الببيغرافي عن الدوريات وموضوعاتها وتقييم محتوياتها اهتماما خاصا كما أصبح الحديث بعد ذلك التاريخ يدور بطوء عن أهمية التوثيق والإعلام العلمي في مختلف العلوم التخصصات على الشكل التالي أولا ينبغي أن يكون التوثيق والإعلام العلمي جزءا لا يتجزى من العمل العلمي وأن الموثيق الأفضل هو العالم المتخصص الأفضل الذي يتابع الأحداث من المعلومات في مجال تخصصه ويجب على العلماء المشاكة في أعمال التوثيق العلمية ثانيا ينبغي توزيع الأدوار بحيث يكون تجميع الوثائق العلمية الأحداث فالأحداث حول كل نوع من أنواع التخصص ثم الإعلام عنه واستخدامه ثالثا أستعي لاستخدام تصنيف موحد بغية تحقيق الصلة وتوطيد العلاقة بين النتائج التوثيقية والإعلامية رابعا يجب توجيه الأعمال التوثيقية والبيبيوغرافية الإعلامية لخدمة هدف أساسي محدد هو التفوق العلمي خميسا ضرورة إسهام المرتبات والأشيب فضلا عن العلماء ومراركز البحوث العلمية في دعم مراركز التوثيق والمعلومات بغية السيطرة على المعلومات ووضعها في خدمة الباحثين هكذا يبدو جاليا أنه بدون الخدمات الببيوغرافية والتوثيقية المعلوماتية تقرى مصادر المعرفة البشرية عبارة عن أكوان من المؤلفات المباثرة والمحفوظة هنا وهناك عديمت التاثيق ليلة الأهمية بعيدة عن الغرض الذي وضعت من أجله وقد أخذت المنظمات العالمية منذ منتصف هذا القان ومنها منظمة اليونيستو تهتم بالبحث العلمي على النطار دولي حيث نظمت اللقاءات العلمية للباحثين الببيوغرافيين لمناقشة الناشاط الببيوغرافي على المستويات الإقليمية والعالمية ونجحت هذه اللقاءات في الانتقال بالبيبيوغرافي إلى مرحلة جديدة من مراحل تطورها وعرفت بمرحلة الضبط الببيوغرافي العالمي ولم يكن هذا الضبط بحد ذاته عبارة عن مفهوم جديد إنما هو خطة عمل جديدة تهدف إلى إنشاء نظام يرتكز على أسس موحدة لتحقيق تبادل المعلومات والبيانات الببيوغرافية على النطار الدولي ويتطلب هذا النظام تأسيس هيئة وطنية في كل دولة تأخذ على عاتقها إعداد وصب ببيوغرافي على كل إنتاج فتح ظهر أو يظهر على أرضها ثم إنشاء سجله ريكورد في شرط تقليد على بطاقة مطبوعة أو في شكل آلي لتقوم بعد أهلايا الوطنية بتوزيع هذه التشجيلات الببيوغرافية التي تعدها للإنتاج الوطن على المرتبات ومراقز المعلومات في الدولة ويتوطف نجاح هذا العمل على استخدام أطباط من التقنينات الدولية التي تستعمل في تتوين شكل الوصل ببيوغرافي ومحتوياته إن إنشاء المراقز الببيوغرافية داخل المرتبات الوطنية في طول دولة على شكل معاهد أو إدارات هو الحل العلمي الأمثل لإعداد الببيوغرافيات الوطنية الجارية والراجعة كذا ببيوغرافيات الدوريات حديثة الصدر وإنه من الضروري العمل على تنسيق العمل الببيوغرافي على المستوى الوطني بين المرتبات داخل القطر الواحد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد